فهو أن نتبع الخطوات هكذا كما توجد في الصورة سنرسم المياه أولا بهذا اللون الأزرق أنا أضفت إليه القليل من الأخطر والقليل من الأسود فحصلت على هذا اللون القليل قلته من الأخطر والقليل من الأسود مع الأزرق والأبيض بطبيعة العام اللون الطغي هو الأزرق هنا هي إضافات بسيطة للأسود والأخطر سأعمم أصدقائي هذا اللون على هذه اللوحة ككل كما تشاهدون وكما قلت أصدقائي الأزرق لدينا صورة ننطلق منها نحن نتبع المشهد في الصورة فقط هنا أصدقائي هذه الألوان جواش أيضا أنا أستخدم هذه الألوان هي متوفرة لدي حاليا أنا أستعملها وكما قلت هي ألوان قوية ولها قوام مشابه للألوان الزيتية وسريعة الجفاف لها نفس ميزة الأكريلك أو الصباغات المائية بصفة عامة أكذا أصدقائي بعد أن قمت بملء اللوحة بالمياه نحن هنا نريد أن نرسم سلحفاه تسبح في مياه البحر مياه صافية ونقية هنا أصدقائي اللون الذي وضعت به البحر لون الماء سأضيف إليه القليل من الأسود سأحصل على هذا اللون وكأنها سخور معشوشبة بعيدة في قعر البحر هكذا أصدقائي أنا أنطلق من الصورة وأحاول القصرة بقدر الإمكان إلى المشهد في الصورة إلى هنا الأمور غير معقدة هي سهلة وبسيطة اللون أصدقائي الذي وضعته هنا هو نفس اللون الذي وضعت به ماء البحر أضفت إليه القليل من الأسود حصلت على هذا اللون وكأنه دلال هنا أيضا سنعتمد على البعد في هذه اللوحة الصخور البعيدة سنطمسها أو نمزجها مع لون ماء البحر هكذا كما ترون أصدقائي كل شيء واضح في الفيديو أعزائي هنا كما ترون أصدقائي العساء سأضع صخور وشوشبة أيضا بأهشاب تنمو في قعر البحر على هذه الصخور وتتغدى عليها الأسماك وكل الكائنات الموجودة في البحر هكذا هنا ستكون قريبة فسنغمق اللون ونظهره أكثر لكي نظهر بعد الصخور المشوشبة البعيدة في القعر هذا اللون أصدقائي هو الأزرق مع الأسود مع الأخضر هكذا اللون الأخضر والأزرق والأسود سأحصل على هذا اللون الداكن هنا هنا هذه المرحلة هي مرحلة الملء سأحاول ملء اللوحة ككل ومن بعد ستأتي مرحلة تجزئة الألوان التي وضعنا نحن هنا نمهد الطريقة لوضع أشل الحفاة في هذه المياه هكذا أصدقائي مداخلة الألوان والتناغم اللوني ضروري ومهم ومسجر الألوان ومداخلتها فيما بينها البعض ضرورية ومن أساسيات الرسم فقط إذا حافظت على هذه النقاط فسيكون العمل الفني ناجح بعيد الله هنا أصدقائي هو لون أخضر أضيف إليه الأزرق مع الأبيض فأحصل على هذا اللون وكأنها تلك الطحالب التي تنمو على الصخور في قعر البحر ولدينا هذا في الصورة كما قلت أصدقائي المشهد هو صورة فوتوغرافية ننطلق منها سأعتمد على اللون الغامق والفاتح الضوء والذل هذه قاعدات تنطبق على جميع المواضيع في الفن والطريقة التي أستخدمها في رسم الأشجار هي الطريقة التي سأستخدم هنا في إبراز تلك الطحالب والإضاءة البارزة عليها من سطح المياه هكذا سقائي العزاء هنا لن أخرج عن تركيبة الألوان الموضوع وضعت اللون هنا بلون داكن سأفتح نفس اللون الداكن لأحصل على تلك الآشاب لكي تبدو لنا متناغمة ومنسجمة وتبدو لنا أنها تخرج من أصل نفس لون الدل هكذا أمررها بهذه الريشة بجرد نقرات على هذا المكان هكذا بطريقة ليست عشوائية مئة بمئة ولكن نترك تلك الضلال الداكنة للون هذه مرحلة من مراحل الإضاءة ليست مرحلة نهائية هنا كما قلت أستقائي أنا أمهد الطريق لوضع السلحفاء التي تسبح في الماء هنا أستقائي الأمر صهل وبسيط في أعلى اللوحة سأمرر لون أبيض أبيض صريح هكذا فوق زرقة المياه ولكن طريقة وضع هذا اللون وشلك شكل هذه الخطوط هي ما يوحي لنا وكأنها مياه متحركة على السطح فقط الأمر سهل وبسيط أصدقائي كما ترون ليست هناك أشياء معقدة هذا اللون الأبيض بمجرد أن نضعه هنا في قمة اللوحة ستبدو لنا وكأنها مياه السطح مياه السطح حفواً متحركة ما كذا أستقائي وأخذ ريشة جافة لم لمسها الماء وأمرر بها البياض الذي وضعته في قمة المياه كي نحصل على تدرج لون جميل سهل وبسيط هنا أصدقائي سنضع هذا التخطيط المباشر لسلح حفاه التي تسبح في الماء هنا سأخطط بحضر وبتأنن شديد هكذا سأخذ الوقت الكافي في النظر ووضع تلك ذلك التحديد بدقة بحيث لا أعيده مرة أخرى هنا أنا أعتمد على النظر وشكل السلح حفاه هو شكل سهل وبسيط أصدقائي ولكن هنا سنضع الخطوط في مكانها لأنه ليس لنا تخطط مسبق هكذا هنا مهدنا الطريق لوضع السلح حفاه في الماء سنضعها هكذا انطلاقا من الصورة سأنظر إلى الصورة وسأقوم بفيديو إن شاء الله لاحق وسأسرح لكم طريقة كيفية الرسم بالمربعات وتتمكن من رسم أي موضوع الصعص عليك طريقة سهلة وسليسة وجميلة سنخصص لها حلقة خاصة أصدقائي العزاء كما قلت أصدقائي العزاء أنا أنظر إلى الصورة وأتبع الشكل هكذا للحصول على شكل سلح حفاه متناسق وجميل وقريب إلى ما هو في الصورة هنا أصدقائي استخدمت لون بني اللون الأحمر أضفت إليه قليل من الأسود فحصلت على هذا اللون الذي وضعت به تخطيط الصلح وكذلك ذلالها والمياه في الأعلى هي سهلة وبسيطة رأيتم طريقة أصدقائي كيف وضعت تلك ذلك الضياد الذي أظهر لنا تحرك المياه في السطح في الواقع عجبتني الصورة فقررت أن أخص لها فيديو أصدقائي الآن خصيصا لكم المبتدئين بطبيعة الحال هنا أصدقائي سأضع الضلال لهذه السلحة تخطيط وفي نفس الوقت أضع الضلال لتأتي من بعد مرحلة الإضاءة وهي المرحلة الجميلة والممتعة في الفن أصدقائي أصدقائي العزاء أنا أضع فيديوهات كثيرة أنا أرسم كثيرا أنا مهنتي أو إن صح التعبير أنا محترف فنون تشكيلية أنا وظيفتي القارة والأساسية هي الفن أنا لست مغطفا أخذ وقت الفراغ وأرسم فيه أنا أرسم هذه وظيفتي ومهنتي أصدقائي العزاء ولدي فيديوهات عديدة لدي محتوى أرسم الكثير من اللوحات هكذا أصدقائي حصلنا على تخطيط للسلحة كان تخطيطا قريبا شيئا ما إلى المشهد في الصورة هنا سأضع هذا اللون الكريمي أضبت إليه القليل من الأسفل ولكن لم يتغير لونه كليا سأمرره على أجنحة السلحة هكذا وكذلك سأمرره تحت بطن السلحة وسأداخله مع اللون البني لكي أحصل على تناسق وتناغم لوني جميل ولا أترك فراغات أكذا أستخائي أنظر إلى الصورة وأضع ما ترى في عيني هذه الصدفات أو الصدفة هي مجزأة فيها نوع من تداخل لوني ما بين الكريمي الفاتح والكريمي المزوج بالقليل من الأسود وما إلى ذلك الكل سنضعه هنا أستخائي العزاء هنا في رسم هذه الصلحة فأنا استخدمت اللون البني واللون الأصفر كريمي أو الأصفر أوكر ومدخلة الألوان أستخائي هي ضرورية ومهمة لنجاح العمل الفني ضروري أن نداخل الألوان فيما بينها البعض الآن سنبدأ في مرحلة تجزيء هذه الصلحة الألوان المتداخلة التي تكسو جسم هذه الصلحة كما ترون هنا أضفت إلى هذا اللون اللون البنفسجي مع القليل من اللون الأزرق مع الأبيض ومزجهم جيدا وأضفت إليهم قليل من الأحمر هنا لأحصل على هذا اللون ولون شبيه إلى ما يوجد في الصورة الآن في هذه المرحلة هي مداخلة الألوان وإضافة لمسات إضاءة في مختلف أماكن ظهر الصلحة وجنباتها هنا هذا الجناح للصلحة أضفت إليه اللون الأصفر كريمي أضفت إليه قليل من الأبيض فحصلت على التدرج اللوني من الأغمق إلى الأفتح إلى الأفتح منه هكذا أستقعي وأنا أعتمد على مداخلة الألوان وأمررها وأترك تلك القواعد التي وضعتها في الأول هي ألوان القاعدة هنا توجد صدفات في بطن هذه السلحة سأحاول إبرازها بشكل غير مباشر فقط سأضيف إضاءات ستوحي لناوك أنها صدفة السلحة الأمر سهل وبسيط أصدقائي خد المبادرة وارسوم لا تعكد الأمور الأمور تأتي هكذا والتعلم يأتي هكذا أصدقائي المهم وهي الممارسة الممارسة عامل أساسي في تطوير مستواك في الفن المشاهدة والاستماع إلى الشرح والأسئلة وكل هذه الأشياء تصب في منح أنك ستصبح فنانا محترفا أرسم قدر المستطاع لكذا أصدقائي رجوعا لأصدق الموضوع أنا أضع تلك الألوان الموجودة على جسم السلحة لنفرز وله القليل من ملامح هذه السلحة هكذا أصدقائي كما ترون أضيفه الضلال والإضاءة وهنا وهنا هذا اللون الذي رصنت به السلحة كان لونا بنيا حصلنا عليه كما قلت باللون الأسود والأحمر واللون وضعت اللون كريمي غامق شيئا ما وقمت بتفتيحه في نمسات الضعب الأبيض وهكذا نحصل على لوحة جميلة وهي ضرص وهذه المواضيع من هذا الشكل هي تعلم الإنسان أنك ستستفيد منها إذا قمت برسمها ستخرج من الأعمال الفني بمجموعة من التقنيات وأساليب الرسم هنا أصدقائي سأنتقل إلى إبراز مياه السطح وهي أن أظهر الإضاءة ذلك البيض سأبرزه هو لون أبيض صريح هنا سأضيفه إلى هذا اللون الأزرق وستبدو لنا وكأنها مياه تنعكس عليها ربما أشعة الشمس ما إلى ذلك إذا أردنا أن نبرز أشعة الشمس وهي تدخل إلى عمق المياه وهذا أمر سهل سنأخذ ريشة جافة لا يلامسها الماء مثلا ونضع فيها القليل من الأبيض وننزلها إلى الأسفل هكذا فنحصل على أشعة الشمس تخترق سطح المياه لتصل إلى قعر البحر هكذا أصدقائي نحاول إبراز ملامح السلحفة ولو القليل منها هكذا أصدقائي بدت تظهر لنا معالم السلحفة وهي تسبح في المياه هنا أصدقائي العزاء سنبرز أصدقائي التحالب التي تنمو على هذه السخور في قعر البحر كما قلت ستكون الإضاءة من نفس أصل هذه الألوان هذه السخور وضعناها بأعشابها باللون الأخضر الغامق سنقوم بتفسيح نفس اللون مما أن تضيف إليه هنا سأضيف ثلاثة أنواع من الإضاءة أعشاب سأضيف إليها الأزرق مع الأصفر والأبيض فأحصل على أعشاب قريبا إلى اللون المئة وعشاب سأضيف إليها الأصفر والأزرق لأحصل على أخضر أفتح شيئا ما هكذا كما ترون أصدقائي وسأمررها بأي فرشاة متوفرة أو ريشة لدينا لا مشكلة في ذلك أي ريشة تتوفر عليها ستفي بالغرام سأقوم بالنقر فقط هكذا كما ترون تاركا لذلك اللون في العمق لون ضل الأعشاب وهو بالأخضر الغامق كما ترون أصدقائي على الشاشة وتبدو لكم المياه كيف تظهر الأمر سهل وبسيط أصدقائي هنا سنبرز تلك الضلال التي وضعناها في السابق هنا أصدقائي وصلنا إلى المرحلة النهائية وهي إبراز الإضاءة على السلحفاء وعلى الأعشاب هكذا ستكون لمسات سريعة لأننا في المرحلة الأخيرة مرحلة إبراز الإضاءة هنا سأضع إضاءة أفتح وهي بلون أقرب إلى البيض سأمرر على سطح الظهر السلحفاء حتى تبدو لنا عن عكاس الضوء سطح المياه على ظهر السلحفاء أفتح هكذا أصدقائي كما ترون أمرر هذه الإضاءة وهي إضاءة نهائية هنا هي اللمسة الأخيرة في الإضاءة هنا هذه الإضاءة هي الأكثر وضوحا والأكثر سطوعا هنا إضافة بعض النمسات في المياه باللون الأبيض كما ترون أصدقائي هكذا أصدقائي الأمر سهل ويسير وبسيط فقط خذ المباظرة وارسوم لا شيء معقد ولا شيء مستحيل الرغبة يمكنك أن تصنع بها كل شيء وكما يقال الطموح الحديدي يحول الفشل إلى انتصار ولما كانت لديك الرغبة والعزيمة فأنت ستصل إلى ما تريد الوصول إليه بطبيعة الحال ولا شك في ذلك كما قلت أصدقائي الأعزاء وصلنا إلى وضع اللمسات النهائية وهكذا حصلنا أصدقائي على هذا العمل ترجمة نانسي قنقر